موسيقى مصدرو يا أبو هيبة أبو هيبة لوبيت بريك لتشيني تلتشيني طالما بنعملوا حساب كل حاجة اعطاق الناس اعطاق الناس اعطاق الناس وثيره يدخل كل حاجة لقد اعطاق الناس والمصلحة بالتأكيد و ها؟ انتبه انتبه مبارك 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 أعلم أنه لا يوجد محاولات بين الملائكين ولكنهم يريدون أكثر محاولات نحتاج إلى مستقبل أنت لا تستخدم الكثير لديك تغيير المحاولات التي تستخدم مننا لماذا لا تستطيع أن تستخدم الكثير مثل قنون لأن زباني من الصعيد أو دول سلاح ومعروف قال لي يا إما ناس تانية عاوز أتأمن نفسها أو دول بارك اسلاح ومعروف لكن السلاح التجيل ما عنديش له زبون تجار مخضرات أو مضطرفين ودول مالهمش أمان هل تعلمون؟ أعلم أنك أخي حقم وانه سن كالاف لقد قمت بعض المساعدة قبل حسنا خلاص خلي سلاح تجيل كين وخلي الهدف اللي بقى عرفه ستديس سبرانيا الشوني كونشوس سديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت أخلي بيع السلاح سهلة قوي غير السنين اللي فاتت انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوة بالسنين اللي فاتت انا الحقيقة جمعة مش حصدية دايقة خالص على الإطلاق بس الحقيقة برضو يا بو هيبا ان انا في السنة اللي فاتت ديبا دي خامس أضاعف اللي انت قدرت بيها يا بو هيبا ومش حاية دايقة باردو إيجب الأول المتحدة أمونات سنقونات سنقونات معي DR أمونات سنقونات جدا لا نريد أن نرى أي شخص يأتي من لبناء سودان أو غزة إنه تقتل نفسي هذا صحيح لكننا لا يجب أن نتعرف عن أبوهب صحيح و صحيح وصحيح 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 نعم ولكن كين كين تقرأت من أبوهب من 10% إلى 30% أبوهب وصحيح نعم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصلاً ما ليش ملكة يا بوهيبة لا ليه عزوة خاف عليها ولا ليه أرض ولا ليه وطن لو فكر اللي عزوة ملكة تبقى غلطان عزوة يا بوهيبة هيبة اخوة انت معرفتش ان اخوك جاي للغاية عندي لو عايز اشتغل معايا يا فرحيتك بعزواتك يا بوهيبة وقول لك يا ما تسيب تجارة السلاح دي واشتغل فيها اي حاجة تانية اشتغل خطبة ماسك انا حوريك شغل حريم اللي انت منيهم فارق بيني وبينك انك قعمة ما بتشوفش غير اللي معاه التمن لكن انا عندي جانوني الشمال ملوهش قانون يا بوهيبة الشمال لو تساب هتولع ده كل لما تولع هنشتغل اكتر يا بوهيبة تجارة تجارة يا بوهيبة والتجارة شطارة ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها بطل الوهم اللي انت فيه ده يا بوهيبة اللي يبيع ما يخافش وليه يخط وقول لك يا بوهيبة انا لو منك هتروح تعمل جامعية خيرية كده تحيل فيها مشاكل الصعب وانا لو منك افتح سيري والامي فيه احتعابين وناس انيز واعمل بيهم نمرك لسه من خيرك فوق لسه فكر ان انتو ناس واحنا ناس عرم واحنا مناش قدور مش كل الجديم اسر يا فالسو ومش كل الجزور لها لسب انا هجفل عليك وامنعك تغرجنا بشرع مالك وانا هفضل وراك يا بوهيبة لغاية لما حط في كل يد سلاح اللي هتدينه سلاح هاخده مني واضربك بيه بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي زي احلم ايوة لكن انسى لا اللي اتجرب الموت ما ينساش التعبان اللي لده واني ما بنساش اكين ما بنساش افراس السنة حالو بدو العقود بس انا قلقان شوية من كين كين جاي على ارضي والعقود حتطمد هناك في قريتنا اظن كين يده مغلولة بالعكس احنا اللي في المسئولية لو اي حد جراله اي حاجة في الفندق بتاعنا احنا اللي هنشلوها عشان كده عوجك تنفش كل اللي هقلولك بالحالة ما عرف بيني وبينك ما فيش طرف تالت جدام لفترة على رأس السنة اتروح الفندق مرة واثنين وثلاثة تغير بتوع الامن وتجيب ناسنا بس خلف اخويا ممكن اعملها حكاية انا اخوز زغير عاوزك تجيب لي خلف الليلة داي عاوز اشوفه وانا في الليلة